ازايكم? عاملين ايه? يا رب كلكم تبقوا بخير? حلقة جديدة من برنامج انا مش لسه ما سميناهوش غد الوقتي طلبت منكم انتوا تقولولي اسم ليه التلسلة دي اللي انا بطلع ده ابدش فيها معاكو بحرية كده بدون منتاج كتير بدون لغبطة كتير ومحدش فدني الصراحة. انا بفكر اسميها عاش كاست او عاش كاست بانها زي البودكاست كده وانا كلمة عاش دي دايما بقولها في الريل زي عندي عن استجرام الناس اللي بتابعة. ومهم على العموم اقولولي رأيكم في الكومنس ليه افكار سنة عشرين تلاتة وعشرين ده بتنتهي وفيه سنة جديدة بتبدأ عشرين اربعة وعشرين اتمنى تكون اه سنة احسن من السنة دي وتكون اه خفيفة وكويسة على اخوتنا والمجازر اللي بتحصل في البلاد العربية اللي انتوا عارفين بدون طبعا دخول في تفاصيل عشان الفيديو ماي ما يقفش يعني. اه ولكن ان شاء الله تبقى سنة اه اسعد واحسن علينا وعلى الناس. اه شاركات كتير اوي من الكاميرات نزل نزلت اه كاميرات ونزلت عدسات ونزلت حاجات كتير اوي اه في السنة دي. والحلقة دي هنتكلم او هنشوف هتبقى نظرة عامة على كل الحاجات او كل المنتجات اللي نزلت من شركة كانون ازا كان كاميرات وعدسات وهيكون في حلقة لسوني وحلقة الحلقة دي مش مقارنات مش بقولك دي احسن كاميرا او اوحش كاميرا انا بستعرض معك الشركة دي قدمت لنا ايه في سنة عشرين تلاتة وعشرين. طيب بالنسبة لي شركة كانون فهي قدمت لنا السنة دي اربع ك ونزلت تمن عدسات في كاميرات كتير قوي انا كنت متوقع ان هي اه نزلت في سنة عشرين تراتة وعشرين بما انها لسه درجة جمد في السوق وحنا نتكلم عليها ولكن اكتشفت ان هي نزلت في سنة عشرين اتنين وعشرين فهنتكلم دلوقتي على كل الكاميرات والعدسات اللي نزلت في سنة عشرين اه تراتة وعشرين والنسبة لي الكاميرات فهي نزلت اه نزلت اربع كاميرات وهي والكاميرا اللي هي الصغيرة اسمها ممكن ما يكونش الناس كتير قوي وقعت قدامها الكاميرا دي ولكن في كاميرا باورشوت كاميرا صغيرة هنتكلم عليها برضو دلوقتي نزلت اسمها من شركة وبالنسبة للعدسات زي ما قلت لكم نزل تمن عدسات وهم عدسات كلهم لكاميرات نزل الخمسة وخمسين متين وعشرة ونزل لعوبعة وعشين وخمسين ونزل التمانية وعشرين ونزل عشر ونزل الارف متين تمنامية ونزل الربعة وعشرين و starch العدسة دي المخيف بتاعها الضخم من 24 ل m5 top 8 فعدسة مخيفة وهنتكلم عليها كمان شوي ونزل اخيراEN عشرة طمانتاش دول التمن عدسات والتمن كاميرات اللي نزلوا من شركة كانون في سنة عشرين تلاتة وعشرين طيب بالنسبة ليه هاد الكاميرات هنتكلم عنها دلوقتي عندنا في شهر فبراير عشرين تلاتة وعشرين نزل الكاميرتين والحمد لله ان انا هتكلم عن الكاميرات انا اه قريدي جربتها وعارف اه ايه اللي فيها وايه المشاكل وايه العيوب وايه الحاجات المميزات والكلام ده كله وكمان هتلاقي ريفيوهات ليهم اه في القناة يعني لو في حاجات انا متاعي ريفيو هتلاقيه هتطالك في الاية اللي هتظهر في اي حد بالنسبة لل اه 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 ال اه كانت بالنسبة لي كاميرا اه اه ممتازة حلوة جدا لاي حد بيفكر يبدأ فيه صناعة المحتوى وفي فيديوهات عموما ويه برضو لو انت مهتم بفكرة الصور فهي برضو بتدي لك اوبشنز حلوة مع شوية مشاكل شوية اتكلمت عليها في ال ريفيو اللي فات وخليها نبص بصة كده على الكاميرا هي طبعا كاميرا من اه تحت مظلة اربعة وعشرين ميجا بيكسل اي بي اس سي اه كرو فريم سينسور بتيجي ببروسيسور ديجيك اكس احدث برووسيسور من اه كارون الايزو رينج بتاعها من ميار غاية اتنين وتلاتين الف وينزام الفوكس طبعا الديوال بيكسل اوتو فوكس فيها فيه بالنسبة لي الفوتوغرافي بقى هي الشاتر بتاعها بيوصل لغاية اه واحد على اربعة تلاف ولو حاولتو الالكترونيك بيوصل واحدة على تمن تلاف بتصور اتناشر صورة في الثانية الواحدة ده كل ده نظام الفوتوغرافي وطبعا لو هتتكلم على الفيديو فهي بتصور لغاية تلاتين فريم ودي حاجة طبعا اه جمدة جدا وفيها تقريبا كمان السي لوج اه تري والحاجات دي كل عشان لو عايز تعمل فيديو احترافي وتلون بشكل احترافي كاميرا كان بالنسبة لي اه ممتازة ولكن ينقصها شوية حاجات خصوصا في الفوتوغرافية ان مثلا ما ينفعش تحط عليها تريجر ما ينفعش تحط عليها فلاش خارج نطاق اه شركة كانون وده كان بالنسبة لي مشكلة كبيرة لان انا هشتري كاميرا رخيصة وهشتري لها معدات من شركة كانون غالي جدا فبالنسبة لي مش احسن حاجة والبطارية دي بتاعتها طبعا البطارية الصغيرة اللي هي مش بتدوم بشكل اه كبير اسمها اه سبعتاشر تقريبا حاجة زي كده كاميرا الحجم بتاعها صغير هي تلتمية خمسة وسبعين جرام فهي خفيفة في الماسكة بتاعتها وفي الاخر لو انت عايز تبدأ في مجال التصوير الفوتو او الفيديو ممكن تروح لها هتكون بالنسبة لك كويسة اه سعرها تقريبا ستمية دولار فسعر كويس وبيجي معها كمان باندل لو انت في باكت جيتانيا كاي بقى معها الكاميرا ومعها كمان زي ستيك كده او طريبوت صغير في اوبشنز كتير تقدر تستفيد منها ككاميرا لو بتفلوج لو او عايز تعمل فيديوهات فيها ريموت تقدر تصور من بعيد او كلام ده كله اه فهي ككاميرا كويسة يعني الى حد ما لصنوع المحتوى لصنوع المحتوى كويسة جدا ولكن هتحتاج قريب جدا ان انت اتقضيت لكاميرا احتسا الكاميرا اللي نزلت مع اه كانون الار ففتي في نفس الشهر كانت الكاميرا الايو سار ايت وتعالوا نشوف نظرة كده سريعة على الكاميرا دي اه مواصفاتها ايه الكاميرا برضو هي اربعة وعشرين ميجابيكسل فول فريم سنسور دي بقى فول فريم اه سنسور وبيتيجي ببروسيسور ديجيك اكس احدث برووسيسور برضو من كانون ايزو رينج من مية لغاية متين مية واتنين الف وممكن تكسباند الايزو ده لغاية متين واربعة ودي حاجة طبعا اه كويسة جدا فيها والسنتر كل طبعا دي والبيكسل والتراكينج والكلام ده كله طبعا كل الكاميرات اللي جاي بعد كده نظام الفوكس بتاعها هو واحد ومتطور يعني اقوى نظام فوكس اه من كانون يعني الفوكس بوينتز تاعتها الف تلاتة وخمسين برضو كنت بتكلم من كام حلقة عن الموضوع ده متبصش على نقاط الفوكس حاليا دوقتي في الكاميرات لان هي خلاص بقت حاجة متبصش عليها كده كده الشاشة كلها دلوقتي غالبا بقت بتفوكس في اي منطقة فيها فليب اوت اه تاتش سكرين بكواليتي كويسها شاتر سبيد بيوصل الواحد على اربع تلاف والكترونيك واحد على استاشر الف كان في مشكلة في الار ايت انها ما فيهاش ميكانيكال شاتر فيها حاجة اسمها فرست كرتين شاتر هو عامل زي الميكانيكال لكن هو مش ميكانيكال دي كانت اكبر مشكلة ولكن هي محلولة لان هما ادوك اوبشن تاني بدل ما تبقى فولي ميكانيكال شاتر هو اداك اوبشن اللي هو تقريبا اسمه اه شاتر بتصور ست صور في الثانية الواحدة وبتصور لغاية ستين فريم تقريبا وفيها وكمان يعني كفيديو الكاميرا دي عبقرية مش محتاج اكتر من كده الكاميرا دي هي نفس السنسور ونفس المواصفات الفيديو بتاعة الار سيكس مارك تو التمنها يزيد عنها الف دولار فبالتالي انت لو مفيش مواصفات قوية جدا في الار سيكس مارك تو انت محتاجها فتروح دايما للار ايت عيوب ايه الكاميرا دي كانت البطارية بتاعتها الصغيرة برضو ومدخل ميموري واحد ده بالنسبة لي لا احبزه ان هو يكون فيها مدخل ميموري واحدة محب يكون الكاميرا بتاعت فيها تو ميموري كارد والبطارية الصغيرة اللي اتمنى ان في يوم من الايام كانوا تستبعد الموضوع ده خلص ويبقى كل الكاميرات بالبطارات الالبي اي سيكس دي كانت الكاميرا التانية اللي نزلت فيه نفس الشهر وحجم الكاميرا دي كان ربعمية واحد وستين جرام اعلى شوية واكبر شوية من الار فيفتي ولكن الكاميرا دي انا جربتها صراحة في فيديو كانت ممتازة وحلوة مفهاش بس امج استبلايزيشن فيها ديجيتال امج استبلايزيشن ام يعني هتلاقي فيها فرقات بسيطة كده بينها وبين الار سيكس مارك تو بس خلي بالك من حجم من فرق السعر ان الكاميرا دي نزلت تقريبا بالف وربعمائة دولار الف خمسمائة دولار والار سيكس مارك تو بتزيد عنها تقريبا بتسعمائة او بالف دولار فده رقم مهول جدا تقدر تشتري به اصلا عادة ساعة بعد كده الكاميرتين اللي نزلوا في شهر مايو كانوا الكانون باورشوت في تين والكانون ار وان هندرد دول كاميرتين نزلوا في نفس الشهر بالنسبة لي الكاميرا الار الوان هندرد هي كاميرا فول اه فور بيجينرز حاجة عاملة زي الار ففتي كده وكان بتاعتها الى حد ما لطيفة هي اربعة وعشرين ميجابيكسل اي بي اس سي سينسور ولكن بتيجي بديجي ايت مش بتيجي بديجي اكس يعني بروسيسور اقل من الار ففتي مسلا الايزو تاح بيوصل من مية لغاية اتناشر الف وتمنمية وممكن تبوست الايزو ده لغاية خمسة وعشرين الف وستمية فيها مية تلاتة واربعين نقطة طبعا بتتعامل بالار اف ماونت اللي هو يعني عدسات الار اف افاش للأسف فليب اه سكرين هي فكسيت يعني السكرين بتاعتها موجودة في الكاميرا ودي اصلا مسلا واحدة من المشاكل اللي انا ما اشتريش فيها الكاميرا دي الكاميرا الاسكرين بتاعتها مش بتتقلب يعني انا بتصور فيديو موضوع هيبقى بالنسبة لي سيء جدا فيها اه شطر فقط والشطر بتاعها بيوصل لغاية واحد على اربع تلاف والمواصفات الكاميرا في الفيديو هي بتصور لغاية اه اربعة وعشرين فريم وخمسة وعشرين فريم وفول اتش دي غاية ستين فريم اه تنفع للبجينرز قوي يعني وتقريبا هي دي البديل بتاع الاربعتلاف دي اه او طبعا عارفين الاربعتلاف دي دي حاليا يعني كاميرا يعني ما تنفعش الكتير قوي من المصورين وبتيجي معاها العدسة تمنتاشة خمسة واربعين اه فدي تقدر ممكن تكون بداية قوي او لو انت عايز تنقل من موبايل لغاية كاميرا احسن فممكن تروح للار اه للار وان هندرد وتمنها تقريبا خمسمية دولار اقل شوية من الار ففتي بمية دولار او مية وخمسين دولار فانت لو بتبدأ خالص او عايز تقل المستوىك من موبايل لكاميرا ممكن تبدأ بالار اه وان هندرد بعد كده عندنا اخر كاميرا اه نزلت هي الفي تين والفي تين دي هي مش كاميرا ميروليس او كاميرا دي اس الار هي كاميرا كومباكت صغيرة كده نزلة لي صنوع المحتوى والناس اللي عايز تعمل كونتنت سريع في اي حتة وفي اي مكان وكون معاهم كاميرا صغيرة هسيبلكم صورتها في مينو شمال تظهر عشان تبقوا انتو بس متخيلين اه شكلها وهي بتجي بخمستاشر اه ميجا بيكسل اه بي اس اي سي موس اه سينسور وي بتجي بعدسة انترنال اه 18 ميلي بفتحة اه 2.8 لغاية ايت بتصور 4K لغاية 30 فريم وي اه ممكن تصور فول ايتش دي لغاية اه 60 فريم اه فيها الشاشة بتاعتها بالتلت فوق وتحت بحيس انت تبص على نفسك وليها كده اه بتحطه عشان تبدأ تصور اه وزنها تقريبا 211 جرام هي كاميرا مش بتاعت تصوير او مش بتاعت اي حاجة هي بتاعت صنوع المحتوى اللي عايزة تعمل محتوى سريع او الناس اللي بتعمل اه لايف او بتعمل او كلام ده كله كاميرا صغيرة المحطوطة جنب الجهاز بتاعك تقدر تستريم بيها وكلام ده كله اكتر من كده مش هتديك فدول الاربع كاميرات اللي نزلوا من اه شركة كارن انا شايف ان هي احسن كاميرا فيهم كانت الار ايت اه وهي اغلى واحدة تقريبا فيهم الكاميرا ار ايت بالنسبة لي كاميرا ممتازة اه لو هتقلتلك على شوية عيوب فهي كارت الميموري والبطارية غير كده الكاميرا دي حلو جدا ممكن نجيب كزا كارت الميموري وممكن نجيب كزا بطارية بالنسبة لي كده اتحلت مشكلتي لكن كموصفات وامكانيات وحاجة قوي جدا تعتمد عليها في شغلك كبروفيشنل يعني فهي الار ايت ده اللي نزل من الكاميرا نيجي بقى ليه العدسات من شركة كانون اللي هي نزلت صراحة شوية عدسات الواحد نفسه يجربها خصوصا اخر عدسة هنتكلم عنها انا طبعا هايلايت الحاجات المهمة والحاجات العادية انا هعديها عندنا اول عدسة نزلت في شهر فبراير هي العدسة الكون الار اف خمسة وخمسين متين وعشرة اف اف لاonas اي اس اس تي ام دول العدسين اللي نزلوا مع الار ايت نزلوا كلهم مع بعض بعد كده في شهر ابريل نزل الار اف مية تلتمية العدسة دي الصراحة ممتازة انت لو شفتها اصلا تتخض من حجمها مية تلتمية تو بوينت ايت فاكيد هي حجمها كبير عشان يبقى فيه ازاز يدخل اضاءة لتو بوينت ايت دي يعني هي لو كانت او اكتر من كده كانت تبقى اصغر ولكن حجم العدسة كبير وطبعا الناس اللي بستخدمها الناس اللي بتصور سبورتس او بحيث يبقى عندهم فوق اللينث كبير طبعا هي ار اف مونت تبدأ من تو بوينت ايت لغاية اف اتنين وعشرين ووزنها اقول لكم وزنها كام اتنين كيلو ستمائة وخمسين جرام يعني ده كده انت شايل عدسة بس الكاميرا كمان لو نص كيلو ولا حاجة فانت شايل تلاتة كيلو في ايدك الموضوع بيبقى كبير ولكن الناس بتوع الوالد لايف والسبورتس بيبقى متعودين على الكلام ده كله والصراحة هي كعدسة يعني ممتازة جدا بعد كده في شهر اكتوبر نزل العشرة عشرين اف فور ال اي اس عدسة الترا ويت بتجيب من عشرة العشرين اف فور الصراحة برضو هتبقى عدسة جامدة جدا انا حاول أسيب لكم شوية صور متصور بالعدسات دي لانها ما فيهاش رغي كتير زوم لينس عشر عشرين كانون ار اف مونت الابتشو بتاعتها فور لغاية توينتي تو فيها الحجم بتاعها خمسمية وسبعين جرام ولأسف سعرها انا مش مش لقيه ولكن اه يعني هي عدسة نزلة لي الناس اللي عايزة او شغل الفش اي والكلام ده كله سيطة قريبا مش فش اي ولكن هي عشر عشر عشرين فده اه فوق اللينث وايد قوي بعد كده جلنا المتين تمنمية عاملة زي الاف اه المية تلتمية كده بس دي باف اه سيكس بوينت تري لنين اي اس يو اس ام برضو عدسة للناس بتاع ونيجي بقى للعدسة الاكبر او خلينا نقول للعدسة اللي بعد كده عشرة تمنتاشر اف فور بوينت فايف اي اس اس تي ام اه برضو دي عشرة تمنتاشر حلوة متازة جدا ولكن بقى الكينج او العدسة اللي نزلت صراحة لغباط الدماغنا قوي هي العدسة الاربعة وعشرين مية وخمسة اف تو بوينت ايت ال اي اس يو اس ام زد اللي هو يعني العدسة اه اللي هي فيها رنج احمر ده والاي اس اللي فيها ام جو ستابلزيشن ويو اس ام الالترا سونيك موتورز يعني المطور بتاعها ما بيطلعش صوت فالعدسة دي راحت فين اه العدسة دي جميلة انت اخذ بالك احنا لغاية ما العدسة دي كانت بتنزل كان الكنج عندنا الاربعة وعشرين سبعين ولو عايزين زوم اكتر فالسبعين متين دلوقتي بقى الكنج اربعة وعشرين مية وخمسة كانت موجودة اكت موجودة ولكن لما ينزلوها فانت بتدرب الاربعة وعشرين سبعين ملاش دعوا بالاسعار لانا السعر تقريبا العدسة دي تتلاف دولار او سعرها كان مخيف كده برضو ساعتها لما شفته اه ولكن هي كعدسة كفوكل لنث انت خلاص بقى اربعة وعشرين مية وخمسة هتجيب عدسات اي تاني مفيش حاجة تانية وكمان هتلاقي عزل وبوكي وشارب والدنيا جميلة وكمان عدسة وفيها اي اس فكل حاجة انت نفسك فيها هتلاقيها في العدسة دي اه طبعا من ضمن عيوبها ووزنها اللي هو وزنها كيلو تلتمائة وتلاتين جرام فده وزنة يعني الموضوع مش 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 قليل بس دي كان اكتر حاجة او اكتر عدسة ممكن نتكلم فيها في السنة دي عشرين تلاتة وعشرين من شركة كانون زي ما قلت لكم نزل اربع كاميرات اللي هي الار ايت الار ففتي الار وان هندرد والفي تن ونزل التمن عدسات اللي احنا اتكلمنا عليهم في الحلقة اه الرومرز بيقول بقى ان فيه كاميرات تنازلة جديدة زي الار فايف مارك تو فيه عندنا ار فايف عندنا في ار فايف مارك تو فيه كاميرا اسمها ار وان تقريبا وفيه ار ثري مارك تو فيه كاميرات كتير قوي مرعبة احنا الرومرز بيتكلموا عنها اه فيه السنة عشرين اربعة وعشرين بيقولوا كمان ان فيه حاجة اسمها ار اي اه من اه من كانون وي اه بس يعني دي الحاجات الاكتر انتشارا والناس اللي بتتكلم عليها وال سي خمسين والسي تسعين فيه كاميرات وانواع كتير قوي بيتكلموا عنها انا مش عارفها ولكن السنة خلاص قربت وهنشوف ايه الدانية من شركة كانون بس اتمنى يكون الفيديو عجبكم وشوية الرغي دول عجبكم والدانية تكون تفتحت وفهمت حصل ايه في السنة عشرين تلاتة وعشرين من شركة كانون ان شاء الله هيكون فيه فيديو كمان اه لشركة سوني وفيه فيديو لشركة نيكون عشان نكون لمينة السوق كله بتاع الكاميرات وعادسات لكل الشركات في سنة عشرين اربعة تلاتة وعشرين وهيكون الفيديو ده طبعا متجدد كل سنة ان شاء الله في سنة عشرين اربعة وعشرين ان نعمل فيديو ازا Box اعني قل لي في الكومنتات لو انت من ايه احسن كاميرا بالنسبة لك شفتها في سنة اشي delicte 23 ايه احسن للنسك انت شفتها في عشرين ثلاثة وعشرين متوقع ايه في السنة الجاية عشرين اربعة وعشرين وتنساش تكتب لي اسم من الحلقات دي اللي لسه قد وقت ما سمنهاش ويه بس كده لو عجبك الحالة نساش اللايك الجامد اعمل سبسكوب قناة وانت مش عامل وسيب رأيك في الكومنتات شوفك الفيديو السلام